الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أحبة الكرام هانعنا مع حلقة جديدة من برنامجنا اليومي على قناة أنفاس بريس وسنحاول في هذا الموضوع أن نلامس جانبا من جوانب الحياة اليومية على موضوع الإطار فالإطار أحبة الكرام بمعنى التقديم والتفضيل وهو أكس الأنانية الإطار وخلق رفيع تميز به النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه الصحابة والتابعون فالإطار خلق رفيع يربي في النفس العطاء يربي في النفس تقديم الآخر على النفس قال الله تعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأسبابه له سببان هناك سبب فطري كإيثار الأم أولادها على نفسها وهناك سبب مادي كابتغاء مرضات الله تعالى بالمسارع في الخيرات الحمد لله بشهر رمضان كتلقى الحمد لله جلالة الملك وكتلقى كذلك المواطنين يسيرون على نهجه يقومون بمسألة القفة لرمضان يعني يعينوا الناس يساعدون الناس المحتاجين أرامين التكالة فهذا من الخلق من خلقي الإيثار أحبة الكرام فما تماره إذن أول هذه الثمار انتشار التكافل الاجتماعي والتآخي والمحب بين المجتمع يعني مني كل واحد فينا يقوم بيضي القزنة للإيطار يسود التآخي والتضامن والتكافل ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضون تداء له سائل الجسد السهر والحمى ثاني هذه الثمار يحصل المجتمع على كفاية اقتصادية ومادية مني كن ولي هذا الخلق للإيطار عنده واحد شعاع في المجتمع يعطيه واحد تيمار لماذا؟ لأنه كتول الجنب اقتصادي والاجتماعي عنده واحد تكامل الحباب دينا ولذلك لازلت أتذكر أحد الغربيين قام بدراسة في العالم الإسلامي وقالوا أن العالم الإسلامي غنياء للمسلمين عطوا الزكاة يعني لن يبقى هناك فقير في المجتمع الإسلامي لأن هذه الزكاة يستفيد منها المعطي وكذلك المنفق حيث تطهر تطهر ماله وتنزع من قلبه حب المال وحب الأنانية وعدم الإيطار ثالثة هذه الاتمار بالإيطار يحقق الشخص الرضا النفسي والسلام الداخلي سبحان الله حيث إنسان منك يعطي يحسب واحد الراحة واحد الإيمان واحد الطمأنينة لأنك أسعدت الآخر وينطبق عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم القربات إدخال الصرور على قلب مسلم تتفرح الإنسان وحلال الحباب دينا الآن في شهر رمضان فلنسارع بالعطاء والإيطار ومساعدة الناس والمحتاجين رابع هذه اتمار تحقيق العبد لرضوان الله تعالى تحقيق العبد لرضوان الله تعالى أن الله تعالى يرضى عنه ويكون في زمرة المؤمنين الذين يرضى الله عملهم وقبل ختام هذه الحلقة المباركة أعطي نموذجا من نماذج الإيطار التي تميز بها الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء قام به هو وبناء المسجد ثم تأسيس المجتمع الإسلامي ووضعه دستور عبارة عن وثيقة تنظم الحياة العامة بين المهاجرين والأنصار فماذا فعل الأنصار بالمهاجرين كان لي عنده جوج ديور قسم مع الأخ دياله أعطاه دار وخذ هو دار واللي عنده دار خذ هو دار أعطاه الأخ دياله دار واللي عنده واحد نصي من المال قسم مع الأخ دياله لماذا؟ لأنه كمان يخفي عليكم بأن الصحابة عندما هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام متفرقين يعني المكة إلى المدينة كل واحد فيهم خلت تجارة دياله وخلت المال دياله من خلت أزواج ديالهم وكل ما يملكون لكي أعرف الناس أحبة الكرام ما أحوجنا إلى خلق الإطار فنحي هذه المعالم الإيمانية النبوية الربانية المولوية في حياتنا حتى ننال لرضى الله تعالى وحتى نكون إن شاء الله من الذين يحققون الصوم بمعناه الحقيقي لقول الله عز وجل لعلكم تتقون أسأل العلي القدير أن يجعلني وإياكم من أصحاب الإطار من المنفقين من الذاكرين من الصائمين من الذين لا خفوا عليهم ولا يمحزنون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا يا مولانا في زملة المصطفى الحبيب خير الأنام سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين